بثوجهة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنت دولة الإمارات تقديم ستة وثلاثين مليون وسبعمائة ألف درهم للإسهام في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية مؤكدة حرصها على الإسهام في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غربي تركيا